ايه اللوائح بقى؟ عشان كنصة اللوائح ديت لما منخش في المسابقة ايه حد يقولك لك اصل الكلام ده مش موجود في لائحة المسابقة اصل الكلام ده في مشكلة اصل الكلام ده مش صح اصل احيان ما اتفقناش على كده من الاول فمن الاولة هو النهاردة هو في حلقتنا جميل لحضرتك لائحة الدوري المصري لموسم 2023-2024 عشان تبقى عارف عشان تلقين كده لما تلاقي نادي ما عملش الحكاية دي تعرف على طول انه هو هيبقى عنده مشكلة وعنده عقوبة تعالى نشوف اللاقح يلتزم كل نادي بتسليم قوامة المباراة والذي يطمن اسماء اللاعبين الأسسين والبودلاء والجهاز الفني قبل ساعة وربع من انطلاق المباراة حلو زي ما بيحصل في العالم يعني انت قبل المباراة بساعة انت كبقى مشاهد او مشجع تبقى عارف الفريق تشكيلته هتبقى عاملة ازاي يحصل كل نادي مشارك فيه مسبقة الدولي الممتاز على مبلغ وقدره مليون جنيه يتم سدادها بعد نهاية الموسم يعني اي نادي هيلعب في الدولة هياخد مليون جنيه ما بيبوش يجيبه حاجة لمليون جنيه ده ما بيبوش لعيب بس تمام ايه برضو فكرة ان الجواز بتعلى يعني النادي الحاصل على المركز الاول في بطولة الدولي الممتاز يحصل على مكافأة مالية قدرها خمسة مليون جنيه ماشي ازا اعتذر نادي عن الاشتراك في بطولة كأس الرابطة قبل اجراء القراءة يخصم منه مبلغ مليون جنيه يعني زي ما لقى لعمل كأسال فاتت قالك لا انا بعتذر عن المشاركة في البطولة هتخصم منه مليون جنيه قيمة مشاركة النادي في مصابقة الدولي يعني مش ياخد الفلوس اللي كان هياخدها بمشاركته في الدولة اللي هو من مليون جنيه اذا انسحب بقى نادي بعد اجراء قراءة كأس الرابطة القراءة عملت توقع على النادي المنساحب ده غرامة مالية قدرها مليوني جنيه موسم 2023-2024 لسا مكملين في لوائح البطولة حال وصول اي من الاندية المصرية المشاركة في دوري الابطال او الكنفترية الى الدور النهائي في اي من البطولتين سيجتمع مجلس ادارة الرابطة لاتخاذ القرار المناسب بشأن تأجيل مبارياتهم في الدوري طبقا للظروف وان كنت انا مختلف شوية على البنت اذا كان المفووض يبقى واضح اكتر من كده او مش واضح يعني مايبقاش فيه فكرة الاجتماع يعني ليه اذا ما انت قلت اجتماع وجي نادي يوصل للنهائي اهلي بقى زمالك اي نادي بيشارك في البطولات الفيتشر اللي بيشارك في البطولات الافريقية سيبتها مفتوحة اي بدتها هتأجل على طول كده انا بسيبتها مفتوح انت مش خلتها بقرار مجلس ادارة فيعني هيتالساعتها ممثل لكن لايما تحط لائحة واضحة والله انت لو وصلت للنهائي هيتأجل لك مباراة هيتأجل لك مباراتين هيتأجل لك اسبوع هيتأجل لك اسبوعين واضحة من الاول بتسيبش الحاجة مارنة كده عشان الناس بتزعل بعد كده ليه هيجي نادي يقولك ما انت أجلت لفلان نفس القص لما اجتمعته أجلت لفلان لكن لما اجتمعته تاني مرة ما اجلتوش لفلان التاني تخش في حسابات ما انت في نعانا بس ماشي ادينا بليت حس برضو كل شوية بقول ايه ادام بتاخد خطوة لقدام حتى لو خطوة واحدة مش خطوتين تلاتة اربعة فده نجاح ما بتاخدش خطوة الورا تبقى مشكلة ماشي